شهد عالم كرة القدم على مدار التاريخ العديد من الحالات التي هرب فيها اللاعبون من أنديتهم رغبة في الانضمام إلى أندية أخرى لكن أن تهرب من فريقك بعد يوم واحد من توقيع العقود فهذه حالة لا نراها كل يوم جمال بن عمري قلب دفاع المنتخب الجزائري أقدم على الهرب من نادي الوداد المغربي بعد توقيع العقود وخوض حصة تدريبية واحدة تاركاً الجميع يتكهن بالسبب وراء هذا الموقف الغريب قبل أن يخرج أخيراً عن صمته ويبرر موقفه أعلن نادي الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة انضمام الجزائري جمال بن عمري إلى صفوف الفريق لتدعم خط الدفاع ما جعل الجميع يلتفت لتلك الصفقة التي تتم رغم الأزمة الكبيرة بين المغرب والجزائر أزمة كبيرة اشتعلت بين المغرب والجزائر خلال الفترة الماضية على المستوى السياسي وصلت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وظهور التوتر على مختلف القطاعات الرياضة لم تكن بعيدة عن آثار الأزمة السياسية بين المغرب والجزائر إذ تسببت الأزمة في حالة توتر كبيرة ظهرت للمرة الأولى في مباراة جمعت المنتخبين في كأس العرب عقب هذه المباراة جاءت منافسة كأس العالم 2022 في قطر ورغم ما حققه المنتخب المغربي خلال هذه النسخة من المونديال بالوصول التاريخي إلى المركز الرابع كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز لأن الجزائر رفضت دعم المغاربة العرب والأفارقة والعالم أجمع أشهد بما حققه المغاربة خلال هذه النسخة من بطولة كأس العالم لأن الإعلام الجزائرية تناول أخبار أسود الأطلس بصيغة المبني للمجهول الأزمة تجلت بشكل واضح خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين بعدما حريم المغاربة من الدفاع عن اللقب لرفض الجزائر استقبل بعثة أسود الأطلسية عبر رحلة جوية مباشرة إلى مدينة قسنطينة التي تستضيف البطولة انضمام جمال بن عمري إلى الوداد وصفه البعض بتحدي الأزمة السياسية لكن هروبه السريع وعقب حصة تدريبية واحدة وقبل أيام من انطلاق مونديال الأندية أثار جدلاً واسعاً من عمري أخيراً ولأول مرة خرج عن صمته وبرر موقفه إذ قال إن رفضه مواصلة المشوار الذي لم يبدأ مع الوداد المغربي يتعلق بأمور تمس شخصيته كلاعب محترف وأضاف النجم الجزائري أنه كان ينتظر تواصلاً واضحاً من رئيس الوداد المغربي وكنه لم يرد على اتصالاته على الإطلاق ولم يكن حاضراً عندما وقع العقد وأشار إلى أنه عند وصوله المغرب رفقة وكيل أعماله لتوقيع يوقود الانضمام إلى الوداد وجد عدة أشياء لم يقبلها دون الكشف عنها كما أنه لم يلتقي مع رئيس النادي سوى خمس دقائق فقط ما يقوله بن عمري لا يتفق مع رواية رئيس نادي الوداد المغربي إذ أكد أن عقد اللاعب سليم وأنه طلب العودة إلى بلاده لحل بعض المشكلات الشخصية عقب طلقيه مكالمة هاتفية في معسكر الفريق استعداداً للمونديال بن عمري عاد إلى المغرب بداية الأسبوع الحالي لإيجاد حل لفسخ التعاقد مع الوداد المغربي بالطراضي بعدما حاول الانضمام لفريق آخر خلال الفترة الماضية دون نجاح بسبب الصحة وفعالية عقده مع الوداد اشتركوا في القناة